يعيش العراق منذ عقود طويلة في ثقافة عسكرية قامت بسياغة كل مخرجات الحياة عبر ثقافة الحروب والبتش والقمع والانقلابات فضلا عن تضخم سلطة العسكر على حساب دولة المؤسسات الراسخة وهو ما ادى الى ان يرفض نشطاء والعديد من المراقبين قانون خدمة العلم الذي ينوي البرلمان في دورته الخامسة تشريعه والمضي به مؤيدو القانون يقولون ان البلاد بحاجة الى تصورات وطنية تساهو عبر خدمة العلم خاصة بعد عقود من التمثلات الطائفية في الفضاء العام العراقي لكن رفيذه يرون ان التصورات الوطنية يمكن بناؤها عبر مشاريع اقتصادية وتواصل اقتصادي بين جميع مدن البلاد فالعراق بحاجة الى قطاع خاص وصناعة وطنية ونهضة زراعية تخفف من وطأة الاعتماد على الريع النفطي وهذه النهضة ستلقى على عاتق الشباب الذين بدل ان يحملوا الصناح سيحملون ثقل بلاد يفترض ان تسير نحو طريق البناء في مفاهيم مدني اكثر منها عسكرية وفي عام 2003 الغى الحاكم الامريكي بول بريمر القانون الذي كان يعمل فيه النظام السابق واصبحت الحكومات المتعاقبة تعتمد على جيش من المتطوعين الذين يتجاوزون مع الاجهزة الامنية الاخرى المليون ونصف المليون ومع هذه الارقام يؤكد مختصون حاجة الجيش العرقي الى تجديد الدماء فيه وتعيين خمسين الف جندي جديد على اقل تقدير وهو ما جعل خبرها في الاقتصاد يقولون ان التجديد الالزامي الان سيرهق الدول اقتصاديا على اعتبار ان العراق يدفع ما بين 10 الى 12 تريليون دينار سنويا كرواتب للقوات الامنية ومن ضمن الاراء التي تؤيد القانون تقول انه سيكون ضربة موجهة للجماعات المسلحة التي تعتبر اي زيادة نوعية او كمية للجيش هي تخفيف لنفوذها وسعيها للهيمن على الدولة ويقابل هذا الرأي تخوفات من ان المجندين سيكونون ضمن الدوامة الحالية لعمل المؤسسات في مزيج من الفساد والولاءات المناطقية والطائفية ولهذا فان التوقيت بحسب رأيهم غير مناسب وبين هذا وذاك فان صناعة التصورات الوطنية والاخلاقية وفقا لما حيثين يكون عبر الغاء المحصص اولا والتي تكرس من اعلى النظام اختيار المناصب عبر الانتماء الطائفي وليس الكفاءة فاذا اردت ان تجعل الشباب وطنيا ابدأ من اعلى النظام لان اخلاق الناس تصيغها سلوك الانظمة هكذا يقول باحثون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة